عشان وقتنا بينتهي يا كبتا خالد احنا دلوقتي بقالكم كم شهر في الاتحاد احنا منتخبين في تمانية اخر تمانية يعني 9 10 11 12 1 1 ده السادس لماذا لم يتم تعيين لجان حتى الان اقرار لجان من هو نائب اتحاد كرة القدم نائب رئيس اتحاد كرة القدم يعني حتى الان مشاكل وهناك طبعا بعض المشاكل طفحت على السطح ما بين 3 اربعة من الاعضاء وما بين الاعضاء بينهم ده على فكرة انا شايفه ده صحي في بعض الاوقات بيبقى صحي ليه لان انت بتقول وجهة نظرك فلان بيقول وجهة نظره وعلم بيقول وجهة نظره وبالتالي في الاخر المجموعة بتروح لوجهة النظر الاسوب والله يعني انا انا هبدأ بقصة نائب رئيس نعم انا كنت افضل ان انتهي من الاول واعتقادي الشخص شبه محسومة لمين لكابتن حزم الهوري على حسب ما انا وكابتن حزم هيكمل اه مكمل فيش حاجة تقوله ان هو ما يكملش نعم اه لان محسومة من قبل يعني ان كان انا ما كنتش مع القائمة المهند السانية بريدة لكن اللي انا عارف ان كان هناك اتفاق اه من قائمة المهند السانية بريدة ان كابتن حزم هو النائب تمام يمكن اللي له العزر ان او له الفرصة او عنده الاحتمالية ان هو يغير ده اللي اربع المستقلين اللي نجحوا اللي هو كابتن ماجد عبغاني عصامة فتاح اه انا محمد ابن الواف تمام اه اللي ممكن كان احد من هنا يبع عنده فرصة لان هو ما كانش متواجد في قائمة المهند السانية بريدة هو ما كانش متفق على هذا الاتفاق ان هو يقول ان انا اعترشح على منصب نائب الرئيس نعم اه كابتن ماجد اعتقادي كان بيفكر في وقت من الاوات مش عارف هكامل في دولة لا سخراس الدنيا تزبطت اه ما يعني ما انما انا مع كتن حزم الهواري وكت قائل ده من زمان حتى ان يكون هو نائب الرئيس اه لان علاقتي بيه الشخصية طيب خلاص يعني الوضوع منتهي اه ما لو تم ال اعتقادي انا شخصي ان لو تم طب ايه اللي مسكت المهندس هاني المهندس اه مش عايز يزع لحد يعني في وجه نظري ان هو مش عايزة تخلص تصويت ليه ما تصويت خلصانه اه مش عايز يوصل مرحلة التصويت يعني عايزة تخلص يعني عايزة اجماع مثلا اه بالضبط كده تسكية تسكية من البقية الاعداء الليجان الليجان اه عملنا الليجان اه مش هي الصحيحة اوي لا فيه اه رئيس اللجنة الدول القسم الاول مش عالف لان قسم الدينة ملغبطة شوية كابتن خالد كامل اه قسم التاني الاستاذ شعبان القسم التالت اه اه المفروض ان هي الجان محترفة لكن كنت اتمنى ان هي تظل بنفس النظام القديم ان لازم لجنة اه بها العديد من الاعضاء مجلس الادارات حتى لو كانوا اعضاء مجلس الادارات الاندية لان في رأيي انا الشخصي اه ان انت تترك المطلق الحرية اه في اتخاذ قرارات معينة مصرية لاندية كبيرة بحجم اه قسم التاني والتالت كان خطأ مننا واعتقاد الشخصي خدنا قرار لكن لسه لم يطبق في القريب العاجل هتبقى هناك لجنة القسم التاني تساعد كابتن خالد كامل لجنة في القسم التاني تساعد الاستاذ شعبان اوريدي الكابتن عامر حسين معه لجنة معا لجنة في اندية الدول الممتاز بتساعده ومستراح معها وهو شخصية مرتبة جدا بشكل كبير جدا لكن بطن منك ان هناك لجنة هيتم يمكن تحددها وتعينها في القسم التاني مع الاستاذ شعبان مع كابتن خالد كامل وفي القسم التالت مع الاستاذ شعبان تمام يعني نتوقع ان خلال الفترة الجاية يتم ترتيب الاوراق تحت كرة القدم مرة اخرى المفروض هتاخد يعني راحة بعد ماتش السوبر ان شاء الله نتمنى ان هو يخرج بخير نتمنى الاكثر توفيقا والاكثر تركيزا في هذا اللقاء ان يفوز نعم وهارد لك للفريق الخسران مش عايز نخرج من الروح الرياضية العالية اللي كانت بين الجمهورين بين جمهور الاهلي جمهوري ذلك او جمهوري ذلك و جمهوري الاهلي نخرج كل الدول العربية بتشاهد زي ما قال السيد الرئيس النهاردة وبيقابل العيبة تبقى راسنا مرفوعة زي ما رفعنا راسنا مع المنتخب نرفع راسنا على مستوى الاندية في الاهلي وزمالك بالروح الرياضية ما تكلمش عن مستوى ونعود بقى مرة اخرى لعادة ترتيب الاوراق ان شاء الله وبداية الاعداد لكهس الامر الافريقية جابت المؤتمر الجمال اللي بتمنى له توفيق رب كده في زنبيا ندخل بقى في المنتخب المحليين وقصة المنتخبات بقى اللي برضه يبقى فيها دوشة كبيرة جدا في الفترة الجاية والاعداد بقى المنتخب مصر ان شاء الله انتبعنا كل التوفيق لحضراتكم لان انتو اللي بتقودوا مسيرة كرة القدم خلال الفترة الجاية صعبة جدا الفترة الجاية اشتركوا في القناة